اشتركوا في القناة لدى المواطن المصري حتى نتحدث عن قيم ومكانة للمواطن المصري في مصر بين دول العالم الحديث عن هذا الموضوع الهام هيكون من خلال لقائنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذ عزيزة عبدالله حديث الإنجازات وأيضا التطويرات التي تحدث في النظم الإدارية وغيرها من النظم التي ترتبط بالتنمية المستدامة وأهم القوانين والتشريعات المرتبطة بهذا الموضوع هيكون من خلال لقائنا مع الأستاذ دكتور أحمد سمير رجدي عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات مشاهدين بندعوكم لهذا التقرير وتجديد النشاط مع بعض التمرينات الرياضية الصباحية ثم نعود ونلتقي ونلقي الدوق بشكل سريع على بعض أخبارنا نلتقي بعد الفضل مشاهدين في كل مكان أهلا بيكم معنا مرة تانية بنتوصل معكم على الهواء بشرة وقراءة سريعة فهم أخبارنا معكم اليوم الرئيس سيسي يوجه تحية تقدير لمرشدي قناة السويس لم يتخلوا لحظة عن واجبهم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا نحتفل في هذه الأيام بمرور 65 عام على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس والتي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية وملحمة الانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم وسهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم رسائل الرئيس سيسي خلال لقاءه رئيس مجلس النواب العراقي مواصلة تطوير التعاون في جميع المجالات الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح مستقبل العراق ورفض مصر كافة التدخلات في شؤون بغداد مصطفى مدبولي يطلق ملتقى بنات مصر ويعلن التوجه الرئاسي لقمة دولية للبنية التحتية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقين رئيس الوزراء يؤكد أهمية سرعة إنهاء تلقي المسجلين للقاحات كورونا في أقرب وقت ورئيس الوزراء حياة كريمة أيقونة الدولة وأكبر مشروعات التنمية المستدامة بالعالم الفريق محمد فريد يشهد أنشطة تدريبية بحرية بالتدريب المشترك النجم الساطع 2021 شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 والذي تجرب فعلياته حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لهذا التدريب نظراً لما يمثله من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم وأكبر التدريبات المشتركة التي تجرى بالمنطقة الحكومة تنفي حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من مبادرة إحلال المركبات انطلاق حملة مع النطمئن نسجل الآن لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة مع النطمئن سجل الآن لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح الصحة نضع يومياً 300 ألف جرعة سينوفاك و5 مليون و2 من 10 جرعة موديرنا وفايزر تصل قريباً البنك المركزي 31 و4 من 10 مليار دولار تحولات المصريين العاملين بالخارج خلال عام هو من أخبار التقس معنا اليوم اليوم انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة جنوب البلاد والعظمة بالقاهرة 32 والصغرى 22 الإسكندرية 29 23 مطروح 28 22 سهاج 34 24 قنة 34 24 وأخيراً أسوان العظمة 36 والصغرى 25 مشاهدين هذه كانت إطلالة سريعة على هم أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعد الفاصل وأول لقاتنا فانتظرونا بنصبع لكم مشاهدين في كل مكان أهلاً بكم معنا مرة تانية بنتواصل معكم على الهوام بشارة وفقرتنا القادمة وحادثنا حول أطر التنمية المختلفة اللي بتؤكد في النهاية على أهمية دعم المواطن المصري بدعمه في مختلف المجالات اللي بتمثل العديد من فرص عمل بتقدم لي على مستوى فرص عمل كبيرة أو متوسطة أو حتى متناهية الصغرى ولكن في نهاية هي مشروعات بتقلل من نسب البطالة وبتعمل على دعم المواطن من أجل العمل وإنه يدخل منظومة العمل اللي بتؤكد عليها الدولة المصرية من أجل بناء مصر المستقبل هناك مبادرة يمكن هنلقى عليها الضوء من خلال لقاءنا مع ضفنا النهاردة هي مبادرة إيجي تريك لعربات الطعام المتنقلة وهذه المبادرة يمكن بتتم برعاية ومباشرة من رئاسة مجلس الوزراء هنحدث عن هذا الموضوع وعن أهمية التنمية ودعم فرص العمل للمواطن المصري بمختلف أشكالها من خلال لقاءنا مع لصوص دكتور أحمد سمير رجدي عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات والمدير التنفيذي للمبادرة القومية إيجي تريك لعربات الطعام المتنقلة برعاية مجلس الوزراء أهلا بك معنا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك يمكن أنا لما بتدي أتكلم على فرص العمل والأرقام اللي بتتحدث عن تقليل نسب البطالة في مصر في الأون الأخير الأرقام فعلا صادقة في هذا الموضوع ولا أنت عارف الأرقام ساعت بتكون مش دقيقة الأرقام لا بتكون دقيقة بنسبة كبيرة بس تبقى فيه نسبة خطأ مقبولة يعني لكن ما أقدرش أقول إن الأرقام دي سليمة مية في المية ولازم يتعامل لها تحديث أول بول يعني ما ينفعش أطلع رقم النهاردة أو إحصائية النهاردة وافضل ماسك الإحصائية دي أقولها دي هتفضل معي مثلا لمدة أسبوع عشر تيام الموضوع بيختلف بالذات في الوقت اللي احنا فيه فيه حاجات أو حداث كتيرة بتحصل في وقت قصير جدا بيترتب عليها تعديل الإحصائيات دي يعني الإحصائيات اللي بيبقى مصدرها إيه علشان أبقى أواثق منها وببني عليها يعني خطأ والله هو طبعا الأجهزة المسؤولة في الدولة هي اللي بتبقى بيبقى فيها فرق عمل بينزلوا بيعملوا إحصائيات بيعملوا درسات ميدانية بيجمعوا البيانات دي اللي في دوقها بيطلع بيها الإحصائيات زي جهاز المركزي للتعباية العامة والإحصاء زي جهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل الأجهزة اللي مسؤولة في الدولة دي هي اللي بتبقى مصدر ومصدر الأجهزة دي بتبقى مباشرة لمجلس الوزراء آه تمام على الساس بناء عليها بيتم بقى عمل المبادرات لا واعتماد الإحصائيات وفدوقها بيتم عمل مبادرات لحل المشاكل المرتبطة بالإحصائيات اللي تلعت يعني زي ما حضرتك قلت حصل إن فيه زيادة في نسبة البطالة نبتدي ندور نحل المشكلة إزاي نبتدي نخلق مشاريع جديدة فرص عمل جديدة زي المبادرة بتاعتنا طب دكتور بقى اللي بتدي نتكلم عن المبادرة اي جي تراك صح؟ اي جي تراك اه اي جي تراك عربات مصر عربات مصر اه يعني المبادرة وفكرة بتاعزين نتكلم عنها ونشقتها خاصة إن هي يعني أعتقد إن هي مرتبطة بالشوارع اللي كان بتتواجهت فيها بالفوت كونسبت بقى اللي هو يعني الأكل اللي هو موجود في العربات المتنقلة في الشوارع الفاست فود الحاجات دي كلها هي فكرة المبادرة جات من احنا عملنا دراسة للسوق لأن لقينا موضوع انتشر بشكل كبير قوي العربيات اه لا لا العربيات فيه ناس كتير شباب كتير استخدموا العربيات الخاصة بتاعتهم في إن هم يعملوها مكان بيوفروا منه مشروبات أكل وتلاقي كل واحد فاتح شنطة عربية اه كل واحد فاتح شنطة عربيته وحاطت مكنة قهوة وبيبيع قهوة بيبيع شاي الموضوع انتشر بشكل كبير جدا بس مش محطوط بشكل لو نظام لو سيستم نقدر نمشي عليه ملهوش رقابة الاساس كمان في القصة ده بيعتبر اقتصاد غير رسمي اقتصاد غير رسمي بيمثل تقريبا ستين في المية من الاقتصاد الكل بتاع البلد دي كرسي يعني ولا فيه رقابة ولا فيه عائد بييجي من المشاريع اللي بتتعامل تقريبا يعني لو قلت حكي مثلا فيه تمانية مليون مواطن في الصناعات عشوائية غير مسجلة على النظام الرسمي بتاع البلد فاحنا جات الفكرة من هنا طبعا وزارة الشباب والرياضة كانت هي المظلة اللي احنا من خلالها نقدر نوصل لأكبر نسبة من الشباب حقا في نسبة الشباب تقريبا ستين في المية من المجتمع يعني تقريبا نحن نتكلم في ستين مليون شخص فجات الفكرة من هنا عملنا معرض يعني في الوزارة عن طريق إدارة المركزية للمشاريعات وتدريب الشباب المعرض ده يتعمل فيه أرض المعارض وجمعنا فيه كل المنتجين والموردين اللي نقدر من خلالهم نجاهز عربيات طعام ومشروبات متنقلة وفعلا لما عملنا الدعوة موردين كتير جدا ومصنعين كتير جدا محليين ومستوردين جم واشتركوا في المعرض من خلال المعرض ممكن معنا على شاشة حراج بتتكلم دلوقتي نموذج لعربات الطعام اللي حراج بتتكلم عليها ده كان في المعرض اللي اتعمل برعاية وزارة الشباب والرياضة لتجهيزات العربيات دي للعربيات نفسها والتجهيزات الداخلية بتاعتها يعني انت بتاخد العربية مجهزة مجهزة بالكامل احنا عملناها بنظام جميل جدا طبعا الاول درسنا السوق نزلنا للشباب اللي موجود في الشارع عرفنا مشاكلهم ايه ايه السبب اللي خلهم يقلبوا عربياتهم الخاصة العربية تجارية طب انت دلوقتي لو انا عملتلك منظومة واضحة تابعة للحكومة وهقدم لك كل المزايا اللي تشجعك ان انت تخش جوه الاقتصاد الرسمي بحيث اقدر ارائب على الحاجات الصحية الخاصة بالمنتج اللي انت بتطلعه وفي نفس الوقت بتبقى فيها نواحي امنية برضو بس احنا بتلاحز يعني لو لما اللاحت كان بيسافر كانوا بتلاحز ان الحاجات دي بتبقى موجودة في يوم في الاسبوع مثلا اسواق كده اللي هي الاسواق الشعبية زي ما بتقال أو كده بس اللي حصل في هذا الموضوع ان هي مستمرة مستمرة ويوميا موجودة موجودة يوميا وموجودة بقت منتشرة بشكل كبير جدا فاحنا اقترحنا قلنا ايه طب ما تيجوا يا جماعة نعمل منظومة نعمل نظام يبقى فيه اجراءات معينة فيه قوانين معينة بتحكمنا عشان نحافظ على الطرفين سواء الشخص اللي بيقدم الخدمة او المواطن اللي بيروح ياخد حاجة من عمره اللي بيستفيد منها مطع الجانب الصحي ما هذه النقطة الاساسية فجينا قلنا تعالوا نعمل مبادرة ونسميها ايجي ترك الحمد لله لقت اقبال جميل جدا من دولة رئيس الوزراء وقال يا جماعة طيب احنا دلوقتي معانا وزارة الشباب والرياضة فانا اقترحت قلت ايه طب ما احنا لازم نضم معانا وزارة التنمية المحلية لان دي الجهة الاساسية اللي بتصدر ترخيص وحدات الطعام المتنقلة لان دي كانت المشكلة الرئيسية اللي بتواجه الشباب في الشارع يقولك انا دلوقتي عشان اروح اقدم على ترخيص واخد موافقة هتجه للحي الحي هيحولني للمحافظة يعني مش هوصل لحاجة في الاخر هيخش في دوام فاحنا حلينا مشكلة الترخيص بان احنا عملنا المبادرة بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية هم بتتجه تجاه واحد لاخد رقص ايوة انا دلوقتي الشاب بدل ما يروح لكذا جهة انا بوفر الشباك الواحد في وزارة الشاب والرياضة بيبقى فيه رابط هينزل الشاب هيقدم على بلاش اقول الشاب بس الشاب او الشاب الشباب الشباب هيقدموا على الطلب فيه اجراءات معينة هيتم اتباح عشان اقدر افاضل ما بين الناس المتقدمين لان احنا كنا قريدي عملنا زي استطلاع كده مبدئي لقينا فترة قصيرة جدا اتقدم تمانية وخمسين الف طلب تمانية وخمسين الف طلب ده على مستوى الجمهورية على مستوى السبع عشرين محافظة طبعا وده لسه ما تمش اطلاقه بشكل رسمي يعني ده لو تم اطلاقه بشكل رسمي انا متوقع الاعداد لان ده هيفتح فرص كتيرة جدا بالذات للناس اللي هم عندهم خبرة وعندهم خلفية في مجال المطاع ومجال السياحة ومعندهمش فرصة ان هم يلاقوا شغل دلوقتي فعملنا الخطوة ديا ومشيين في اجراءاتنا وان شاء الله هيتم اطلاق المبادرة بشكل رسمي خلال اسبوع او اسبوعين بكتير جدا دلوقتي شغالين في الاجراءات بتاعة التنفيذ وبنعمل اتفاقيات مع الجهات اللي هتورد العربيات وتجهيزاتها مشيين بسيستم حلو جدا الحمد لله الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة كان عامل مبادرة اسمها درقتك دخلك رحنا ربطين المبادرة بتاعة درقتك دخلك بعربات التعام المتنقلة بحيث ان عربات التعام ديا في بعض الاحيان نسبة كبيرة منها هتبقى سابتة مش هتتنقل الا في ادياء الظروف ليه زي شارع مش عارف كذا بس انا عاملينها بشكل مختلف شوية وبنظام اقوى شوية درقتك دخلك قولنا نربطها بالمبادرة بتاعتنا بحيث ان العربيات اللي موجودة اللي بتطلع الاكل محتاجة في بعض الاحيان تعمل ديليفري تعمل توصيل ترباط فانخدنا المبادرة اللي هي درقتك دخلك اللي معمولة في الوزارة وربطناها بالمبادرة دي عشان اوجد فرص عمل برضو للشباب عشان العربية السابتة دي ممكن تعمل ديليفري ديليفري طبعا ومعظم العربيات بتعمل كده طب ايه فيه نقطة مهمة اوية بعيدا عن ان شكل العربيات جميل وتجهيزات واضح انها تجهيزاتها الاعلى مستوى واعتقد ان الاسعار هنتكلم فيها عساس انها تبقى تناسب داخل الشاب ولا لا بس حتة الجودة بتاعت الخدمة المقدمة خاصة على مستوى الطعام يعني دي نقطة طبعا بتشترطوا مثلا ان الشاب بحصل على حاجة معينة ولا بتختبروه ولا ايه اللي لا احنا طبعا التقديم بيتم بيبتدي يتعامل تصفية للطلبات اللي متقدمة طبقا للمعايير القانونية اللي متحددة في الوزارة يتبقى عندي الشباب اللي هم عايزين يكملوا في الموضوع بنتبتدي بعد كده نعمل مقابلة شخصية مع الشباب واحد واحد ونبتدي نتكلم انت طبيعة مشروعك ايه نوعية الاكل اللي عايز تقدمها ايه وبيتم وضع لستة او قيمة بالعناصر اللي هو هيقدمها وبيلتزم بيها لان احنا في نهاية الحلقة دي في متابعة بشكل مستمر على مستوى الخدمة او المنتج اللي انت بتطلعه عشان نضمن برضو الجزئية ديا عندنا جهاز الخدمة الوطنية تعجيش بنعمل دلوقتي تعاون بحيث ان يبقى الجهاز ده هو اللي مسؤول عن توريد المادة الخام من الاكل او الشرب اللي الشباب هيشتغلوا بها في العربيات يبقى احنا ضمننا بنسبة كبيرة ان مصدر المادة الخام موسوق فيه وعارفين الجودة بتاعته ايه زائد جور تتكلم عن التستي ما انا هقول لحضرتك بقى ما انا قلت حكي احنا بنتفق مع بعض على قيمة الاطعامة او المينيو اللي انت هتشغل عليه المينيو دون فيه معانا ناس خبرة في اللجنة بتاعتنا فيه الطعام خبرة في الطهج فبنحط مواصفات معينة المواصفات المعينة ديا للاكل اللي انت هتعمله لازم تلتزم بيها طب اضمن منين زي ما قلت حضرتك فيه متابعة دورية هتنزل على العربيات عشان تبتدي التابع هل فيه التزام ولا مفيش التزام طب عشان اضمن ان العناصر اللي احنا اتفقنا عليها من البداية هي دي اللي انت بتبيحها جوه العربية عشان ممكن واحد يجي يقولك ايه انا خدت العربية واتفقت ابيع اي حاجة جوها بقى لأ احنا ملتزمين بان احنا فيه عناصر معينة فيه حاجة معينة انت ملتزم بيها تمام ده هتقولي طب هتتابعه ازاي فيه السوفتوير بتاع الكاشير اللي هو هيشتغل بيه احنا موفرينه انا اقدر اشوف كل عربية عندي من الداشبورد او الصفحة الرئيسية اللي عندي كل عربية باعت ايه وباعت قد ايه والدروب لو حصل انخفاض في المباعات في نقط معينة او فيه عناصر معينة بيباحة اقدر اقدم له استشارة تسويقية اقول له تعمل ايه عشان ترفع معدل مباعاتك تاني احنا عملينها بمنظومة او بنظام يعني محكوم الحمد لله من البداية للنهاية فيه نقطة صغيرة بس عايز اقول حكا عليها حتة التمويل تمويل تمويل العربيات طبعا فيه مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بفايدة 5% متنقصة ودي داخل فيها اكتر من بنك بنك الاهلي بنك سكندق بنك الحكومية احنا مدخلين بقى المبادرة لتمويل الشباب عشان ينفذوا المشروعات بتاعتهم طب دكتور نتكلم بقى بمستوى ابسط انا دلوقتي شاب باستخدم عربيتي وبعمل الموضوع العربية الخاصة الخاصة او كده وبكسب مثلا رقم انا شافه ان هو امور دي من وجهة نظري لان انا لا بدفع درايب ولا يعني ما عليش غير بس الحاجات اللي انا بستخدمها دلوقتي انا هخش في منظومة المنظومة دي هتفعلها درايب وهتلزمني بمستوى معين من الجودة ان انا قدمه طب ده ما يعملش تسرب او هروب من الموضوع لانه حيخلي التكلفة اعلى ومن ثم هو حيغلي فحيبقى زباينه اقل يعني مراعى هذا الجانب اكيد مبدئيا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة بتعفي المشاريع دي كلها من الضرايب لمدة 3 سنين اعفاء كامل من الضرايب تمام مهما كان حجم ارباح دي نقطة كان مهم ان احنا نضحها اعفاء كامل من الضرايب دي حاجة الحاجة التانية لما انت واقف في الشارع ومعاكش رخصة اه ايه اللي ممكن يحصل انت عورت بقى طيب لما انا بوفر لك الرخصة والمكان طبعا بوفر لك المكان بالبنية التحتية اللي مطلوبة مصدر مياه ومصدر كهرباء بشكل قانوني بديك شكل او نموذج للمشروع بتاعك حاجة شكلها جميل موحدة على مستوى الجمهورية تشتغل من خلالها هل هتفضل زي ما انت ولا تتجه للمنظومة بتاعتنا وتخش جوه النظام الرسمي بتاعنا اكيد هخش جوه النظام الرسمي يعني ده دي عناصر جذب يعني ايوه ما هو ده ده اللي معمول دلوقتي ان احنا شغالين بشكل نجذب بيه الشباب عشان يطلعوا من النظام اللي هما ماشيين فيه يخشوا جوه النظام الرسمي بتاع الدولة وانا بقى فيك من الدراية انا ما بفردش عليك دراية مش هو الخوف الرئيسي ان انت يبقى فيه تكلفة اضافية عليك لا انا كده بضمن لك حقك وبيديك حوافز وبحافز على صحة المواطن وبيديك رخصة ايوه وبيديك رخصة بأمنك انت شغال بشكل آمن وبحافز في نفس الوقت على صحة المواطن ما يجيش مثلا سيادة الرئيس عامل حملة مليون صحة وانا رح سايب مشاريع تانية بتبوص في المليون صحة صح ما ينفعش ما فيش تكامل فاحنا دلوقتي هو النظام بتاع الحكومة انا بحاول اربط كل الانظمة ببعض عشان اخرج بالنهاية بمستوى معيشي مرتفع مستوى صحي جيد مستوى داخل مرتفع بس طب دكتور انتو محددين مواقع معينة لتواجد العربات السبب الرئيسي برضو من وجود وزارة التنمية المحلية معنا مع وزارة الشاب والرياضة ان احنا بنعمل حصر للاماكن المتاحة اللي ممكن نوقف فيها العربيات على مستوى الجمهورية وده بيتم توفيره من خلال وزارة التنمية المحلية ويالي بتقولكو هنا بيدونا لستة او قيمة بيه النقط المتاحة على مستوى الجمهورية فالشاب لما يجي يقدم احنا عاملين الرابط دوان فيه بيانات طبعا بتتمينيه من ضمنها اللوكيشن او الموقع اللي انت عايز تشتغل فيه بطابق اللوكيشن دوان اللي انت اخترته مع النقطة المتاحة من وزارة التنمية المحلية لو فيه تطابق مفيش مشكلة مفيش تطابق بدرس مدى امكانية ان انا اوفر النقطة اللي اختارها الشاب عشان يقدر يشتغل في النقطة اللي هو عايزها لكن لو النقطة اللي هو مختارها الشاب مفيش ولا كهربا ولا مية ولا صرف يبقى انا بدور البيئة هيبتدي يدور على مصدر غير قانوني للكهربا مية معرفش مدى جودتها ايه هيستخدمها صرف هيتم ازاي لا مفيش نموذج بيعني تجريبي تم وجوده حكامته على التجربة من خلاله ده ان شاء الله احنا هنبتديها اول ما يتم اطلاقها بشكل رسمي الاسبوع الجاي بإذن الله وهنبتدي مش هنبتدي بنقط فردية او عربيات فردية في اماكن لا احنا هنبتدي بمناطق معينة متحددة كتجمعات هنحط فيها العربيات يعني مش هدي لحضرتك رخصة عشان تقف مثلا في اول الشارع وواحد تاني واقف في اخر الشارع لا انا مجهز اماكن يتحط في المكان ده اربع عربيات مع بعض المكان ده خمس عربيات مع بعض ده البايلوت او التست اللي احنا هنعمله عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي بشرط ان العربيات اللي موجودة في مكان واحد بيكملوا بعض مش بينفسوا بعض يعني يعني ما ينفعش نفس الحاجة بيبحع مكانين تمام بيبقى فيه تكامل ما بين الانشطة في تجمع في مكان واحد عشان اقدر اشوف الرقابة عليها هتبقى سهلة وبعدين ابتدي في مراحل تانية ابتدي اتوسع طب ولنفرض ان الشباب مثلا جايين في منطقة معينة يعني عايزين نفس النشاط بتوجهه انت الحتة تانية انا بوجهه الحتة تانية او بقنعه بنشاط تاني يقدر يتكامل مع الانشطة اللي موجودة وده سبب يعني بيبقى يعني نقول سبب رئيسي في استخراج الرخصة يعني انا مش هديك الرخصة الا لما تلتزم يعني ده بالاسبقية بقى ولا بالافضل في لا والله حضرتك بص هي اللجنة المشكلة من وزارة شهاب ورياضة ووزارة التنمية المحلية فيها كل الخبرات اللي تقدر على اساسها بنحط معايير لاختيار المشاريع اللي هتتقدم واولوياتها ايه تحديد المحافظات اللي هنبتدي بيه احنا نشغل على السبعة وشرين محافظة بالكامل بس مش هقدر ابتدي على السبعة وشرين محافظة بالكامل مرة واحدة لازم هبتدي مراحل هنبتدي ست محافظات الاول وبعد كده نكمل المحافظات نبتدي نوسع في النشاط بتاعنا لاننا لو ابتدت على مستوى المحافظات بالكامل مش هبقى فيه كنترول مش هبقى فيه رقابة بشكل مستحرج بتكلم في 8 مليون 8 مليون مستفيد من النظام العشوائي ايه وصح بس 8 مليون ده في الجمهورية كلها في جمهورية يعني انت لو ابتديت حتى ببضعة مئات في الاول ده عبر انجاز نعم فعلا انا هبتدي بحجم قليل وابتدي اكبر واحدة واحدة وبعدين في مرحلة تانية هنبتدي نخش فيه الجزء المرتبط بالفرانشايز اللي هو الايه استغلال العلامة التجارية يعني محل مثلا بتاع اكل معروف اجي اقول له ايه تعالى انا هتديك 15 عربية بالعلامة التجارية بتاعتك وحتشغل فيهم الشباب تبقى للمواصفات اللي انت شغل بيها واللي انت عامل بيها اسم في السوق تمام وبالتالي انا كده استفدت من خبرة الناس اللي موجودة قريدي في السوق في المطاعم في ان انا اشغل شباب ودربهم على المعايير السليمة بتاعة الاكل او الشرط اخيرا المواطن المستفيد من ان هو كل في مكان ما لو تعرض لأي ضرر بسبب الاكل ده وده احتمال موجود لعن اي سبب في اي مكان هيعمل ايه في الحالة دي هل في جهة يتجه ليها ولا هو حضرتك بص احنا ما بنستناش لما بتحصل المشكلة من ضمن الترخيص اللي بتطلع ترخيص خاصة بالهيئة القومية وسلامة الغذاء مواصفات وشروط معينة في تجهيز العربية نفسها في المادة الخامل اللي بستخدمها في الاحواض اللي موجودة جوه العربية في المعدات في تقفيل العربية من جوه ومن بره بحاول تلافة او تجنب اي مشكلة فبالتالي زي ما حضرتك قلت احتمال الخطأ موجود وبيحصل في اماكن كبيرة مش ممكن مش لازم في العربية نسمع في المطاعم كبيرة احنا بنحاول نقلل من نسبة الخطأ دي على قد ما نقدر بالجهات المشتركة معنا في منح الترخيص الخاصة بالعربية طب فيه ممكن يكون مثلا كل العربية من دول اللي عندها رقم ساخن كانت تكون حطاة فيه طبعا 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 فيه رقم موجود شكاوي لأي مقترحات العربية نفسها لها لوجو واحد على مستوى الجمهورية العربية لها شكل واحد على مستوى الجمهورية الشاب بحقه يحط اللوجو او العلامة التجارية بتاعته جنب الاجي ترك اللي هي العلامة الرئيسية بتاعت المبادرة كل لا النظام الحمد لله معمول بشكل جميل جدا وبالاضافة لكده كمان لو حضرتك جيت مش قادر تكمل في المشروع وانت واخد قرد انا حطط لك خطة ازاي خرجك خروج آمن بدون اي خسائر فالحمد لله يعني النظام معمول بشكل جميل جدا بالتوفيق من المالك وطبعا مزيد من النجاح وان شاء الله متابعين لهذه المبادرة وإيجابياتها في المستقبل ان شاء الله القريب بإذن الله الدكتور احمد سمير رجدي عميد مركز تشاراته البحوث وتطوير باكاديمية السادات والمدير التنفيذي لمبادرة القومية ايجي ترك شكرا جدا لعرفة اللقاء مشاهدينا بعد الفاصل نتواصل لفقرتنا القادمة فانتظرونا بنسبح لي مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مرة تانية بنتواصل معكم على الهوام بشارة وانتظرونا فقرتنا القادمة وحدثنا حول الموضوع الهام اللي اثير مؤخرا واللي تم فيه احتفالية وتواجد دينكين كبير بيرقصه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو الاستراتيجية الجديدة لحقوق الانسان في مصر وهي حقوق على في مختلف المجالات مجال السياسي مجال اجتماعي مجال الثقافي الكثير جدا من المجالات بتندرك تحت الاستراتيجية نول القومية لحقوق الانسان وهذه الاستراتيجية اللي بتبين الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المواطن المصري خاصة ونحن في مرحلة بناء دولة جديدة مشاهدين سعيدنا يكون معنا في هذه الفقرة الكاتبة الصحفية لأستاذ عزيزة عبدالله الصوي وكالة انباء مصر اهلا بك معنا فرامت اهلا بحضرتك لكن عايزين الموضوع انه بسطه شوية يعني احنا يعني هو تم تبسيطه من خلال الاحتفالية اللي تمت والتواجد ولكن المواطن المصري لما يبتدي يسمع كلمة استراتيجية مصرية لحقوق الانسان هذه الاستراتيجية هي مرتبطة بمصر ولا هي حقوق الانسان في اي مكان في العالم هي نفسها هي حقوق الانسان اللي هتطبق في مصر او اللي موجودة في مصر والله يا فندم مبدئيا كده حقوق الانسان احنا بقلنا فترة طويلة قوي تم اختصار كلمة حقوق انسان او المفهوم نفسه في ممارسة الحقوق السياسية فقط لكن حقوق الانسان بيندرج تحت منها بنود كتير جدا منها طبعا الحقوق الاجتماعية والثقافية في حاجات كتير او تندرج تحت بند حقوق الانسان وليس فقط الممارسة الحق السياسي فالاستراتيجية الدولة ايم عليها سيد الرئيس المبادرة اللي عملها الحاجات دي كلها ان حضرتك توفر سكن آمن ومحترم وانساني ولائق مثلا للسكان العشوائيات دي تندرج تحت بند حقوق الانسان انك تعمل طرق لحماية ارواح الناس دي تندرج تحت بند حقوق الانسان انك تزرع علشان يكون عندك مخزون علشان ما يبقاش فيه احتياج ده يندرج تحت بند حقوق الانسان في حاجات كتير جدا تندرج تحت هذا البند ولكن ليست فقط الحقوق السياسية وفي دول كتير قوي مش قادرة تطبق كل حاجة بالتوازي يعني السيد الرئيس بيطبق كل المفهوم الغني لحقوق الانسان في الاستراتيجية الجديدة اللي عملها لان فيه دول مش قادرة تعمل كده يعني مش قادرة مثلا فيه دول فيها حزام عشوائيات ومناطق عشوائية ودول كبيرة مش قادرة تفكه مش قادرة تتخلص منه العشوائيات دي سبة في جبين اي دولة عشان كده دايما في الملتقيات دي لما الرئيس يعني بيتحدث في هذا الموضوع بيتكلم على ان حقوق الانسان زي ما انت بتقولي كده هي مش منحصرة في ان انا حرية حرية السياسية او كلام بس يعني كل ما هو يقدم للانسان اللي كان محروم منه المواطن المصري سابقا او بيعاني منه وبيتم تحسينه ده حق من حقوق طيب هقول لحضرتك على حاجة اقل حاجة هنتكلم فيها لما اتعاملت الاسمرات واحد واثنين وثلاثة حضرتك لاحظت ان الشواء بتتسلم بالعافش والاجهزة ما تجيبوش حاجة معاكم ليه؟ محدش فينا سأل ليه؟ علشان ما يفتكرش الانسان ما يفتكرش او الفرد او المواطن اللي كان في عشوائية ما يفتكرش الوقت الصعب اللي عاش فيه لا هو بينقله نفسيا حياة جديدة اه لحياة جديدة علشان الماضي ده يمسحه تماما من نفسيته وانه ما يبقاش متقلم وانه يحس ان هو انسان وليه حقوق وعيش حياة كريمة فعلا محترمة ما هو ده الصح اللي بتعمل ده هو الصح ان حضرتك تنقله من لا حياة ده الوصف الصحيح انه ما كانش عايش او لا حياة بس هو كان متوائم معها وعغم ان هو انتقل من حياة اقل او لا حياة لحياة الا انه في البداية كان فيه برضو عدم تقبل ايوة بس خلاص انت بتتأقلم انت تأقلمت على الصعب لا انا بقى عايزة اقلمك على الحاجة الحلوة لانك لما حضرتك هينقله من من ده من النقيد للنقيد هيعلمه انه يحافظ على الحاجة يعني غير انه حد كان عايش في منطقة عشوائية منطقة تقريبا مش ما ينفعش خالص حياة غير ادمية انه يخلي عايش حياة ادمية هيحافظ على الحياة دي وهيطور من نفسه نفسيا هيطور من نفسه طيب يعني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ده المسمى بالضبط المسمى الرسمي لهذه الاستراتيجية اذا بسطناها للمشاهد ويعني علشان يقولك طب انا هستفيد من ايه هل هي كده شكل وإطار وانا هتنعكس علي بشكل بشكل مباشر هي هتنعكس هتنعكس في حاجات كتير جدا الاستراتيجية الوطنية استراتيجية يعني حضرتك خطة متكاملة حضرتك لما تضمن لي اكل تضمن لي طرق تضمن لي امن تضمن لي وفرة يعني مثلا مدينة الدواء اللي اتعملت دي مش هتخليني استورد مادة خام من بره واتزلل غيري لأ در الوثائق المؤمنة مجمع الوثائق المؤمنة مش هتعرضني لنزيف من خزينة الدولة ان انا استورد الوثائق المؤمنة من بره احنا هنا بنعمل كل حاجة بالتوازي الاستراتيجية دي بالتوازي ان احنا نزرع ونشتغل ونبني ونصنع ما كل ده هيوفر لي فرص عمل كل ده هيقلل لي بطالة كل ده هيعمل لي مدن جديدة علشان افك الخنقة اللي موجودة داخل العاصمة او في المدن الكبيرة انا بعمل ظاهير جديد للدولة بعمل ظاهير محترم بخطة متكاملة زراعة وبنى وطرق واستثمار لان كل ده الدولة لما هيبقى فيها كل الحاجات دي هتبقى بيئة صالحة وخصبة لجذب استثمار انك بلدك امنة دولتك امنة بتزرع وبتبني وبتعمل كل حاجة محتاجة خمس سنين فاحنا ابتدينا بالاقل كسافة سكانية الكسافة الاقل علشان نعمم المنظومة وده هتبقى هيلة يعني حاجة محترمة دولة زي مصر في دول العظمى مش قادرة تعملها احنا دولة عظمى باللي احنا بنعمله ده احنا كده دولة عظمى شخص عزيزة يمكن لو قلنا ان قبل اصدار هذه الوثيقة الوثيقة الوطنية لحقوق الانسان كان في حوار مجتمعي قعد سنة ونص الناس مكتش حاسة بهذا الحوار ولكن هو كان بيتم بالفعل اكيد قيمة حوار مجتمعي قبل اصدار وثيقة بهذه الاهمية ايه قيمة الحوار المجتمعي يعني احنا دخلت الكزا جيها وتكلمت معاهم وكثير من المفكرين كثير من المثقفين الموطن العادي كان ليه رأيي في نهاية انا قررت بعد سنة ونص اصدار هذه الوثيقة ايه الفايدة من كده الفايدة من كده ان حضرتك بترسي او بتضع مبادئ ان دي هتبقى الاتجاه او هو ده الطريق اللي لازم الدولة تمشي عليه لازم بدعم من كل عناصر المجتمع كل عناصر المجتمع ومؤسسات الدولة لازم لازم الدولة تمشي على كده مش فترة وخلاص مع احترامي الشديد انا شخصيا كمواطنة عايز الرئيس يقعد طول العمر لكن افرد دلوقتي جي الرئيس وقال لك انا كده خلصت المدة بتاعتي ومش عايزة كامل اللي يجي بعد منه يمشي على نفس الاستراتيجية والخطة علشان يكمل بناء ويكمل اعمار ويكمل الاستراتيجية ويكمل الخطة الصحيحة للدولة ده هو ده اللي بيعمله الرئيس ده دلوقتي هو ده الصح يعني ده جزء من الاطار العام اللي هو اللي احنا بنقول تطلق عليه تسمية التنمية المستدامة اه طبعا ده يعني وخلي بالحضرك من حاجة التنمية وزيادة التنمية ومعدلات التنمية مش هيخلي عندك ارهاب فكري ولا مجتمعي والتنمية عمتا من اهم العناصر او من اهم الاسلحة القاتلة للارهاب وظهوره والتطرف لانك لما حضرتك دلوقتي بتعمل مجتمعات جديدة مجتمعات قدمية مجتمعات عاملة مفيش مجال لحد يدخل يلعب في دماغ الولاد او الناس ده مجتمع عامل محترم مجتمع عامل مجتمع جديد مش فاضي بقى لا افضل التطرف ايوه لان للاسف التطرف انا بابني التطرف ده خلف من ايه؟ اه من ان مفيش تنمية مفيش شغل اه مفيش حاجة اه في حالة ركود حالة ركود حالة قتل اه قتل للدماغ اه للانتماء مجتمع عامل مجتمع محترم مجتمع جديد هيخلي كمان هينمي الانتماء الانتماء ده حاجة مهمة جدا اه انت لما تلاقي دولة مهتمة بيك عاملالك مساكن جديدة عاملالك اه طرق ده انت او بتفكر تسافر تنتمي المجتمع تاني ما انت بتسافر ليه تنتمي المجتمع تاني والغريب انه يسافر ينتمي المجتمع تاني ويحترم قوانين المجتمع التاني وهو هنا ويطلع روحه برا في المجتمع التاني يقول لك قصد دي دولة بتحترم وانه بيتعامل هناك مواطن درجة عشر طب ما انت دولتك هنا بتعمل كده دلوقتي لما هتلاقي الدولة مهتمة بيك وبتعمل كل ده لا اقعد لانت لازم تعمل كده معنى كده ان هذه الوثيقة لها برنامج عمل وبرنامج محدد زمني اللي تطبقها هتبتدي نحس بيها كمواطنين اكيد طبعا بس حتة ان حضرتك هنتكلم في وقت محدد دي برنامج زمني دي الوقت محدد لا لانها هتمشي على طول معاك وفي تصاعد المفروض ايوة هتتصاعد على طول بترمي بزرع وبتكبر ايوة دلوقتي مثلا الرئيس لما عمل المليون ونص فدان ما هيعملولك اكتفاء زاتي مليون ونص في مليون ونص في مليون ونص شوف هيبقى عندك كامل يوم فدان هيبقى عندك اكتفاء زاتي لما هيبقى عندك اكتفاء زاتي من ادوية واكل دي حاجة يعني دي اهم حق من حقوق الانسان دي انك تاكل وتتعالج وتبقى قامن وحق الاهم برضو الحق الاهم ان مثلا طبعا حضرتك في وسط الحوار المجتمعي طب ما الصحة والتعليم طب ما هو كل ده بيزيد بالتدريج بيزيد بالتدريج انا دلوقتي لما اعمل عشرين مدينة جديدة فيهم كم مدرسة عشرات مئات هيبقى الاولاد كم طفل في الفصل اقل من الكسفة اللي موجودة حاليا تمام لما عملوهم برنامج غزاء والوجبات المدرسية هتبقى معمولة بالمواصفات العالمية القياسية ايه المانع ما هي الدول العظمة كلها بتعمل وجبات مدرسية للأولاد والاطفال ايه المشكلة ما انا الغرب بيعمل كده الولاد ليهم وجبات مدرسية لا هي مش حاجة مستهجنة بالعكس ده حاجة جيدة ايوه وحنا من زمان ما كان عندنا كده يعني الجيل بتاعنا انا وحضرتك مش كان عندنا كده زمان كان فيه كده شفنا كده شفنا كده يعني كان فيه برضو حاجات كده تكينا بيها يعني البسكوت وال يعني مرت يعني بالنسبة لما مرتش قوي بس يعني شفتها جت يعني جت بقى بسكوت وحاجات كده فاحنا دلوقتي الرئيس لما فتح الفتح المجمع بتاع الوجبات المدرسية ومجمع المصانع اللي اتعامل بتاع الأغذية ده محسوب السعرات والأغذية ايوه طبعا والطفل في السن علشان الطفل عندك الموضوع عمي بحث كبير وفيه حاجة أهم بقى المبادرة اللي اتعاملت للأطفال اللي هما مرضى دمور العضلات لا دي أغلى علاج في العالم شف كام أسرة هتفرح والحمد لله أنه هو مرض نادر مرض نادر ومش كل الدول عرفة توفره تتكلم عن لاجة لتلاتة مليون جنيه الحقنا الوحد بتلاتة مليون جنيه فتخيل هي دي بميش حقوق إنسان أكيد حقوق إنسان يعني منذ البداية بداية الحوار ده وإحنا بنؤكد على أن حقوق الإنسان لا يجب أن تختزل فقط في الحقوق السياسية وممارسة الحق السياسي وإبداء الرأي لا هو الإنسان حاجات كتير جدا هو الإنسان مش إن أنا أطلع أقول لك أصلا أنا مش عاجبني من أهم الحاجات للأسف اللي إحنا كمواطنين يقول لك ما أنا عايز أعترض طب ثانية واحدة خلقت المعارضة للإصلاح ده مضمون المعارضة ده يعني المفهوم الصحيح لوصف المعارضة هو الإصلاح المعارضة الإيجابية هل إنت كمعارض وإنت بتعارض عملت أربع خمس خطط إصلاحية وتتناقش في الإصلاح ساعتها أنا أسمعك إنما معارضة إنما حضرتك بتعارض لمجرد المعارضة ومجرد شعارات وضجيج بلا طحين أنا أعارض إذن أنا موجود ما ينفعش المفروض أنا أفكر إذن أنا موجود في ناس بتأخذها السكة دي بقى يعني أنا أعارض إذن أنا للأسف معه للأسف عشان كده موضوع الحو السياسية بس هو الانتشر طيب أقولك إيه اللي تقال في الاستراتيجية دي يعني بشكل يعني على مستوى السوشيال ميديا اتقال إن الاستراتيجية دي هدفها مخبط الغرب علشان نبين أكيد أنت قريتي طبعا وإن إحنا بنحاول نرضي الغرب لا طبعا الغرب أساسا مش قادر يعمل اللي إحنا بنعمل أمريكا نفسها لا فيها تأمين صحي شامل ولا فيها حاجات زي ما الناس فكرة يعني حضرتك مثلا لو شفت الوجه الآخر للدول العظمة سيء فيها مشارطين موضوع كورونا كمان أظهر الموضوع بشكل كبير طبعا حضرتك شفت طبعا اللي حصل يعني دول كتير قوي الجيوش بتاعتها نزلت الشارع وقتدت تساعد الناس بعد ما كان هنا ناس كتير يقولك ولكن الجيش بينزل ليه لا طبعا ده لازم شفوه بعينيهم بقى شفوه بعينيهم وأظن كلنا كنا بنتحك لما شفنا الجيوش العظمة في الدول العظمة نزلت الشوارع بتساعد الناس بتفرق عليهم كمامات وتفرق عليهم أكل وتفرق عليهم كحول وبتبني المتشفات الميدانية ايه المشكلة؟ الهايت بارك نفسها تبنى فيها 3-4 مستشفات ميداني الجيش عمله الهايت بارك بارك طب فيه ايه؟ طب معادي جدا أي دولة محترمة في العالم جيشها هو عمودها الفقري وبتستفيد من كل إمكانيات طبعا ما نقولش لا ده المدني وده للحربي وده لل... لا 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 ما هو للأسف دي دي حاجات أفكار مغلوطة أفكار مغلوطة وكانت خبيثة لوضع أسس لانهيار الدولة وللفوضى بشكل عام علشان المواطن المصري بقى مدرك لقيمة هذه واحنا يعني شرائح كثيرة جدا في مجتمعنا فيه المدرك وفيه المثقف الآري وفيه اللي وصلوا والمعلومة مغلوطة وفيه اللي بيستقي معلوماتهم من سوش الميديا بشكل عام ايه النصيحة او الشكل اللي انت ممكن تقولي انه ممكن عشان نفهم الموضوع ده ونفهم قيمة هذه الوثيقة بشكل إيجابي والله المفروض المواطن يتطمن لان العناصر اللي في الوثيقة دي او البنود اللي في الوثيقة دي هتدي للجيل اللي جاي حقيقة افضل يعني احنا كلنا دلوقتي فيه مننا اللي فاهم كل فترة اصلاحة او اي حاجة انت بتصلحها انت لو هتجيب حتة ارض تقعد تصلحها تاخد وقت هتاخد وقت وهتاخد مجهود وهتاخد فلوس انت بتصلح اه انت بتصلح ما أفضل الظهر اه انت بتصلح فترة كبيرة قوي من الانهيار للأسف انت بتبني دولة جديدة ايوا شكرا جدا الكاتبة الصحافية الأستاذة عزيزة عبدالله الصاوي الصادي الصادي ايوا الصادي انا اعتذر عزيزة عبدالله الصادي بوكاية انباء مصر مشكرا جدا لهذا اللقاء ونتمنى بحضلك مزيد وتوفيق ان شاء الله يكون لليا لقاءة أخرى قادمة بإذن الله ان شاء الله مرسي جدا وشاهدينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معاكم النهاردة فعلى وعدة دائم بلقاءة أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد صباح لكم